أهلا بحضراتكم مرة تانية الحكومة بدأت تشتغل على الدراسات الخاصة بصياغة أسعار توريد المحاصل الزراعية للموسم الجديد وده تنفيذ لتوجهات سيادة الرئيس واللي كلف طبعا بالتوسع في زراعة تعقودية وتشجيع المزارعين على توريد ما حصلهم عشان نفهم يعني ايه زراعة تعقودية ايه أهميتها بالنسبة للمزارعين بنرحب الدكتورة هودا رجب مديرة مركز زراعة تعقودية وزارة الزراع أصبح خير يا فن نورانه في البداية زينا وضح للناس يعني ايه زراعة تعقودية ده الحقيقة زراعة تعقودية كان قرار جريء ورائع من فخامة رئيس الجمهورية بأنه أصدر قرار جمهوري بإنشاء مركز زراعة تعقودية رقم 14 سنة 2015 والمركز ده معني بعملية التعاقد مع المزارعين وهو أساسا له بعض المجموعة من الوظائف اللي هو الترويج للمحاصيل تقديم بعض الدورات الإرشادية والتدريب والإرشاد تقديم المعانات الفنية وطبعا إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في الزراعة المصرية بتقابل الفلاحين اللي هي عملية التسويق فدائما إحنا بندرس جانب دائما بنروح على جانب العرض وننسى جانب الطلب نهائي فدي كانت مشكلة كبيرة جدا بتؤدي إلى أن المزارع يزرع وملاقيش حد ياخد محصوله فإنشاء مركز ده بيبتدي يزرع وملاقيش حد ياخد محصوله طبعا ولا يزرع ويلاقي المحصول يضطر يبيعه بخص فيقولك لا أنا مش زارع ده تاني ما هو طلامة وحاجة تكسبني وخلاص وليكسبني ده مش هنلاقي حاجة لكلها ما هو طلامة بيزرع وهو ما اتفقش فبيقع في بقرة اللي ياخد منه العرض زايد السعر ينزل أخد منك بالسعر اللي أنا هعرضه عليك فدي مشكلة كبيرة جدا طبعا الحمد لله بإنشاء المركز وابتدينا في البدايات خالص إن احنا نبتدي نشوف الطلب إيه عن طريق إن احنا نشوف المصانع الشركات الوزارات المعنية ونبتدي نوجه المزارع إنه يزرع المحصول عشان نبتدي يتخذ منه جانب التسويق بتاعه طبعا بيتم الحاجات دي عن طريق إن انت بتعملي ترويج بتبتدي تخشي المزارع تقنعي بتبتدي تقوليه هنقدم لك بعض الخدمات في الأول طبعا كان فيها اعتراضات يعني احنا مثلا عندنا الموسم الصيفي ده موسم يعتبر بالنسبة للمزارع ميت من بعد الرز ما تحدد مساحته هيزرع إيه الدرة كان بيزرع بيتاخد بـ 2800 تاجر بياخده يبتدي يحطه في المخزن بتاعته لما السوق يتعطش يبتدي ينزل بسعر أعلى والمزارع كده ما بيحققش أي ربح له فيقول أنا ايه أزرع ضراوة حاجات للمشي بتاعته برسيم أحش حشة واثنين وثلاثة أو الأرض وفي الآخر أكثر فلوس لكن أكل فعلا ما كانش بينسي ما يكلم على الصيفي يعني عموم فطبعا ده كان مش مكسب ابتدي يخش بقى ثقافة جديدة إيه هي اللي بي سوري اللي بي التسليم 35 ألف و40 ألف يزرع ابتدي يخش كانتالوب ابتدي تخش حاجات مش دي الثقافة بتاعتنا اللي احنا كنا الأول محددين طبعا ابتدت تقل جدا جدا المحاصيل الاستراتيجية الهمة طبعا لما جات حصلت السنة اللي قبل اللي فاتت الحقيقة ويمكن ابتدينا نخش بتوجيه بسيط لأن كن لسه بدئين جي سنة اللي فاتت دولة رئيس الوزراء الحقيقة اوجه مع معالي وزير الزراع ومعالي وزير التموين أن احنا لما دخلوا بزور لمصر من السوية وتعصرت وفرت وردات كتير فقالوا فطورة الواردات قال نعمل ايه نبتدي نزرع احنا بقى البزرع خاصة ان احنا كنا صبقين جدا في الفول السوية المينيا كانت معروفة بتزرع بين 200 ألف فدان تقلست ليه من 20 ل 25 ألف فدان طبعا ديفس تكبير جدا سعر 8000 للسوية وتمن تلاف ونص لزهرة الشمس أو عباد الشمس الزيتي الحقيقة نزلنا كمركز زرعات تعقدية بدأنا نروّج ونقول للمزارع وناخد المزارع بدأ فعلا يستجيب ويبتدي يزرع جون بدأوا التجار لقوا حد بينافس يبتدي يخشوا هما ياخدوا بسعر اعلى من لهم لهم طريقة بيعملوها بيستفادوا تاجر بعد مزارع ما بيخسروش وطبعا هو التاجر ونحن ما نكرهش أنه يكسب بلعا كل الناس تكسب بس كله يبقى بيكسب أنا مع التاجر بس ما يبقاش على حساب المزارع فالمزارع بدأ فعلا أنا لما جوم هم أخدوا على أكتر من 8000 أنا فرحت يعني إحنا سبنا فرحت لأن المزارع بقى فيه ثقافة جديدة زرع السنة دي بقى الحقيقة بتوجهات برضو من معالي وزير الزراعة نحن قلنا لا مش هنعمل سعر سابق هنعمل سعر ضمان ما أعلناش عن سعر سابق سعر ضمان ضمان يعني إيه ضمان يعني لو حصل أن السعر قل يعني سعر الضمان أنا أخد بسعر الضمان ده لو زاد هناخد بقى بسعر السوق وبرضو دي كانت توجهات فخامة رئيسة الجمهورية نقول لك المزارع ياخد بالسعر العالمي يعني ده الاتفاق في الأول ده ده مش اتفاق نهائي يعني لو رحنا اتفاقنا معاه مثلا على أرداب روز ولا أي حاجة أيا كان ده مش سعر نهائي لا يا فندم ده سعر مبدئي أنا بقول له لا ده سعر ضمان 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 ليك لو حصل أي يعني قلق في السوق أنت مش تاخد قلق في السعر ده يعني لو أقول لك على حاجة عادية السنية أسعار لو حضرتك بتتبع البورصة الأسعار العالمية قلت للسوية وللدور المزارع العالمي يقول له لا أنا مش اخد بالسعر أنا هاخد بسعر السوق الموجود عندنا سعر السوق المحلي نتيجة أني لسا المستورد ما دخلش مصر السعر ارتفع جدا بناخد بالسعر ده فأنا ما ديتش فرصة أنا مش ضد التجار لا 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 لأن النهاردة أنت ما تقدرش تمنع واحد بيشتغل لكن أنا معايا هو معانا كلنا نبقى كلنا في منظومة واحدة لصالح مين الفلاح والصالح البلد ابتدنا نتوجه ليه المحاصيل الاستراتيجية الهمة يعني مثلا عندنا مشكلة كبيرة بعد ما ظهرت مشكلة أوكرانيا وطبعا تحويل بعض المحاصيل اللي تلقى في بعض في الدول الصين لما بدأت تلمي الحبوب من العالم يبقى احنا لازم ما يملك قوته ما يملك قراره فابتدينا بتوجهات من فهمة رئيس الجمهورية أن احنا لازم نوجه لزراعة المحاصيل الحقيقة يعني أنا كنت في المينيا يوم الخميس الحقيقة حاجة مفرحة عدينا 200 ألف فدئن حتى لو احنا ما خدناش والتاجر خد وده خد الزرع 200 ألف فدئن من الايه؟ من السوية الدورة الدورة الحقيقة شارق لوينات حاجة تفرح تشكة الحقيقة وارض المفيد كله بيزرع ناس مستثمرين دخلين بكميات كبيرة جدا ولسه يعني مثلا بارح كانت شركات الرقحي جاية وبتقول ان احنا وهيتعقتوا معنا وإحنا هنزرع كل ده هنصب فيه هنا العباد الشمس حضرتك خلاص الزيت الحمد لله في قرار كان من دولة رئيس الوزراء وبنك المركز بمنع بزور اللب التسليم وديهم اهم قرارات ان فعلا الحاجات دي لازم امنع استراض البزور دي عشان اقدر ان انا ازرع بقى الحاجة ناخل بس الاول وبعدين بقى انا ازرع انا عندي 98% عجز في الزيوت فالنهاردة بدأت ان احنا نشوف العباد الشمس فعمل معنا شغل برضو رائع حقيقة طيب نقطة بقى غاية في الاهمية ازاي احنا بنحدد قليل تحديد السعر بالنسبة لاي منتج او اي حاجة مزروعة بنحدد السعر ازاي هل عندنا لجنة طبعا يا فندم وبعدين خلي بالحضرتك ان انا اساسا استاذ اقتصاد فاحنا بنعمل ليه فيه خمس طرق لحساب الاسعار عن طريق ان انت بتحسب التكاليف والدخلة فيها الاجار وجنين المستسوم كل حاجة وسعر بنقرن بتسعن الاستراد بنحسبها بخمس طرق مختلفة كل ما يلاقي نفسه بيكسب هيزرع فبنحددله وبنقول له ها مش ربح مش معقول انت كمزارع مصري ما يخدش ربحه والمزارع وانا اجيب منبارة ودي ربح وبعدين خلي بالك حضرتك السنة دي تكلفة الشحنة عالية جدا جدا الافراج احنا اصلا مش عايزين حاني منبارة عايزين نخلص كله بنهن مش عايزين نطلع نتمنية بس مش هيجي النهاردة وبكرة حضرتك طبعا تسمع عن بنجر السكر عمل طفرة كبيرة جدا وبعدين حضرتك ما كانش بينفع في بعض الاراضي السنة دي بيدي سبعين طن وستين طن في غرب غرب المينيا وبعدين دي عمل ايه قلل الفجوة في السكر محتاجنش غير تلتميت يعني حاجة هستموا الزراعة تعاقدية تعاقد لاني اصلا البنجر تعاقد السنة دي احتمال بكرة يعني السنة دي السنة جاء ما يبقاش عندنا فجوة في السكر خالص ولا نستورد الزيوت هتبقى كده بس ايه بتاخد مرحلة طالما ان المزارع لا اللي ياخد منه هيزرع على فكرة المزارع بتاعنا زكي جدا وبعدين بيحب بلده جدا وانكن انتوا لاحظتوا دايما اقولها ان ايام الثورة كنا كلنا اللي بيروح التحرير وهم قاعدين بيزرعهم ما حسناش ان فيه عجز في اكل ولا في شرب طب دكتورا عايزة اسأل هو ده تطوير للفكرة القديمة اللي كان بيعملها الجامعية الزراعية ان هما كانوا بيقسموا احواط وكانوا بيعملوا حقول ارشادية يتقال احنا في السيزن ده هنزرع كذا واخد بالك انت ما تزرعش كذا جنب كذا علشان ده بيبوى الزرع دي فانا لما تيجي تزرع ازرع زرعتين يكونوا متوافقين او قريبين لبعض احنا هنريح الارض ونحط مكانها مثلا حاجة ونرجع الموسم اللي بعد ونحط الفكرة دي تطوير وتنظيم وتقنين لوضع اللي كان بيحصل في الجماعية زراعية حضرتك يعني اصارتي نقطة مهمة جدا زراعة تعقودية فيديتها ايه اعادة الدورة الزراعية بترقاظر مباشرة تعاقب المحاصيل اللي بتفيد يعني مثلا انت لما تزراعي سوية ده بيثبت الأزوت في الترب ايه فبيقلل من احتياجك الأزوت يجي المحصول اللي بعته يبقى مستفاد القطن لما الزرع القطن اساسا الجزر بتاعه بتغلغل بيدي تهوية للترب كل الحاجات دي لما احنا بنعمل تعاقب يمكن زمان كنت تسمعوا وتفتكروا بنقول مثلا منطقة دي كلها قطن المنطقة دي كلها رز دي كانت بتدي ايه تجميع زراعي وهي دي فايدة الزراع تعاقودية تجميع زراعي للأراضي المفتتة اللي هي من صفاتنا فالنهار دا لما تخش تقولي منطقة المينيا دي كلها بتاع الكاز ولما المزارع بيبص ده بيزرع زي صاحبه ده زي كله مع بعض انا هبتدي اتدخل مايك انا تقنية هبتدي اجمع فوقات واحد هنظم دورة الميا كله بقى كله هيبقى بنظام وبعدين تبتدي الجرارات اللي تروح تلم بتلم المحصول كله مجمع مع بعضه هبتدي يدخلنا بقى ان شاء الله وده اللي بتفكر في الدولة الحقيقة ويمكن معالي وزير الزراعة كان عمل اجتماع بالشأن ده ان احنا نعمل شركات بقى انشاء صوامع لتجميع الدورة انشاء صوامع لتجميع السوية زي منظومة القمح ويمكن شفتوا القمح السنة دي عمل ايه يعني نجح نتيجة ان احنا تمت عملية تنظيم لزراعة القمح في مصر ولسه السنة جهة هتبقى احسن بكتير من السنة دي بإذن الله من غير مقاطعة ان شاء الله عظيم دكتور هود احنا احنا ازاي بنقنع المزارع يعني احنا بنعمل ايه عشان نوصل للمزارع الاول وازاي بنقنعه وايه انواع الدعم كمان اللي بنقدمها الحقيقة احنا بنقنع المزارع بنروح له مكانه يعني مثلا ممكن نروح الادارة الزراعية ممكن نروح الجماعيات الزراعية طبعا بالتعاون مع الجماعيات والادارات الزراعية والمدريات وبنبتدي نعمل لهم حلقات ارشادية وبنبتدي نقول لهم ايه الفوائد واللي سيعود عليكم وبعدين بنوريهم العقد والعقد ده لازم يكون في ضمان يعني الدورة مثلا معالي وزير الزراع اللازم ناخد خطابات ضمان بنسبة معينة من محصول ده لو مخطوش يبقى بدن بنفس المواصفات الخطاب هيرجع للمزارع ده بيدي امن للمزارع كمان المزارع دايما لما بيلاقي حاجة دخلة فيها الحكومة بيبتدي نوع عنده من الاطمئنان دي من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها المزارعين بنوصل له في كل حتة يعني ما بنمنعش ان احنا ما بيقفش في طريقنا اي مركز اي محافظة حضرك انا كنت في المانيا بنيدي نعمل ايه بقى لقيقة التعاونية كل دول بيبتدوا يتعاونوا معنا لهم طريقة في تنظيمهم مع الناس يجمعهم لنا نقعد معاهم نقولهم لك نعم طب بنقدم دعم ازاي حضرتك الحقيقة مركز البحوظ زاخر بكل اللي فيه فبيعمل ايه نيجي الادارة المركزية للتقاوي احنا عايزين تقاوي على رأس المحصول يبقى بديها للمزارع وما بخدش منه فلوس الا لما يجمع المحصول بتاعه تيجي صندوق الموازنة نقولهم احنا عايزين مخصبات للتربة بنقدم المخصبات للمزارع على رأس المحصول يعني ما يجمع المحصول التعاقد بيبقى لسنوات ولا الموسم واحد لا كل موسم موسم بموسم موسم بيختلف الحاجة التانية يعني انت فيقش ان تلات سنين قدامنا هنزرع قامحة لا حالي بالك المحصول مش ممكن تزرعي ورا بعده نتعاون مع بعض وبعدين انتخاب اصناف جديدة تدي انتاجية عالية يقوم المزارع لما يزرع الفدان يدي له مثلا في الدورة تفرق معاه طبعا في المحصول تلاتة تنتوصه رأس طبعا فده بيعمل طبعا بيدي معاهد البحث الزراعية والانتاجية طبعا الحقيقة المركز والناس كلهم الحقيقة متعامة يعني فيه تعاون غير مسبوق وبينزلوا على فكرة كمان دعم فني دكاترة بتنزل معانا للمزارع في الفرف راحنا بيروحوا توشكا بيروحوا شرع الوعينات بيروحوا الدبعة بيروحوا بينزلوا معانا يشوفوا لا المحصول ده يجي معي وقت احنا عميين شبكة طرق بمليارات عشان وقت نقاش في حتى بعيد عشان وكله كله ومربط والله هي بلدنا يعني جميلة والحمد لله لسه بتبقى أجمل وان شاء الله كله يتحقق كل شكر لك يا فن مشرفتين ونورتين دكتورة هودا رجب رئيس مركز زراعة تعقدية وزارة الزراعة ألف شكر لك يا فن شكرا جزيلا